قامت الدولة خلال السنوات الماضية بإقامة العديد من المشروعات السكنية التي تستهدف تنمية سيناء وظهر ذلك جليا من خلال تنمية القرى والتجمعات البدوية النائية فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في هذه المناطق بما يحسن مستوى المعيشة للأهالي ويربط سيناء بالوطن الأم لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القنة تواصل الدولة جهدها حيث يجرى إنشاء وتطوير ست مدن من أبرزها الإسماعيلية الجديدة على مساحة 82 من 10 ألف فدان ومدينة سلام مصر في شرق برسعيد على مساحة 22 ألف فدان فضلا عن مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2 و7 من 10 ألف فدان فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات تم تنفيذ 131 وستة من عشر ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23 و 26 مليار جنيه كما تم تنفيذ 54 ألف ونصف ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات لتصبح سيناء ومدن القنة خالية من العشوائيات غير الآمنة بجانب إقامة التجمعات التنموية حيث تم إنشاء 4338 بيتاً بدوياً علاوةً على إنشاء 18 تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و 17 أخرى جاري إنشاؤها في إطار مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تم زيادة نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء ومدن القنة لتسجل 89.3% عام 2023 مقابل 84.4% عام 2014 في حين تم تنفيذ 45 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 478 ألف متر مكعب في اليوم الواحد كما تم تنفيذ 30 محطة تحرية مياه بحر ليبلغ العدد الإجمالي 45 محطة عام 2023 مقابل 15 محطة في عام 2014 التنمية العمرانية في سيناء تهدف إلى مضاعفة ركعة المعمور لخلق مجتمعات متكاملة تحمل مشعل التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء